الزربية المديونية نسبة إلى إقليم مديونة تراث فني طاله النسيا لكن مريم تصارع من أجل إعادة إحيائه كتراث فني محلي هي من بين أخريات يخترن العمل في إطار تعاونية تحدياتهن إلى جانب توفير موارد مالية ومحاولتهن إلى ابتكار منتوجات تستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين وتمنحهن فرصة لتسويق منتجاتهن بشكل أكبر خاصة فكرنا أننا دور مديونة صغيرة درنا فيها سيكان صغير لناخذ ذيها لنطابلوات ذيكورات والحمد لله كيف يكون بحال هذه المعارض ومناسبات نبيعه في الزربية المديونية كيف يكون على الحمد لله الإقبل معرض مديونة للمنتوجات المجالية الذي ينظم بساحة المصلة بجماعة مديونة فرصة للعديد من نساء التعاونيات لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن على تحقيق استقرار مادي من خلال دعم النساء المقاولات التنوع الثقافي الوطني وغين المنتجات المحلية يمنح هذه التعاونيات هامشاً كبيراً للتطور وهنا تكمن الحاجة لمثل هذه المعارض للانفتاح على شركاء جدد أنا مشاركين في هذا المعارض اللي هو مجاني وقد تقدمنا بزفت الخدمات فيه كذلك ممكن تقدم لنا أننا ممكن كنشاركوا في معارض حتى خارج المغرب يعني عندنا هذه الإمكانية وبعد المرات كتكون مجانية وبعد المرات كتكون بتمانية اللي هو رمزي حتى خارج المغرب فهذا شيء يقول لنا أننا نسوق المنتج داخل المغرب وخارج المغرب بشكل بسيط بالنسبة لنا والدولة كتدعمنا تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء هو جزء من أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشبية بالإقليم حوالي 60 تعاونية محلية ووطنية مشاركة في المعرض إضافة إلى مؤسسات شريكة مما سيساهم لا محالة في تشبيك العلاقات والبحث عن فرص جديدة للتسويق